بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء العملي لشرح مسائل مادة مقاومة المواد واختباراتها Strength of Materials and Their Testing معكم الدكتور أمير محمد القسنطيني نواصل مع شرح المسائل المرتبطة بالمحور الثاني والذي بعنوان Tension, Compression and Shear ونشرح الآن المسألة رقم 5 وهي مرتبطة بالشير معطى هنا 3 steel plates هذه البلايتس مرتبطة ببعض بمصمارين سمك البلايتس 16 ملي متر وقطر المصمار الواحد 20 ملي متر قوة الشد B على البلايتس 50 كيلو نيوتن مطلوب أول شيء Largest Bearing Stress Acting on the Revit ثانيا لو كان Ultimate Shear Stress معطى ب180 ميجا باسكال كم هي القوة القصوى التي تمكننا من إحداث الشير على المسامير أو الريفيتس هنا الثيكنس T تساوي 16 ملي متر القطر D 20 ملي متر القوة P قوة الشد 50 كيلو نيوتن يعني 50 ألف نيوتن أيضاً معطى الألتيمت شير سترس 180 ميجا باسكال هو الشير in Revit المكسيموم Bearing Stress القانون كالآتي Sigma B Bearing Stress تساوي القوة P تقسيم 2 المعرضة للبيرنج في المسامير لماذا 2؟ لأنه عندنا دبل شير فتكون معانا P تقسيم 2 2 ضرب D ضرب T عفواً 2 هذه تقلل لأنه معانا 2 من المسامير فيكون معانا 50 كيلو نيوتن تحول إلى نيوتن تقسيم 2 ضرب 20 ضرب 60 يساوي 78.1 ميجا باسكال هذا هو ماذا؟ هو المكسيموم Bearing Stress on rivets أما بالنسبة للألتيمت لود إن شير one rivet will shear two times بما أنه عندنا two rivets فيكون معانا four times للشير الأريا لمسمار واحد هي pi d تربيع على أربع الشير stress tau عفواً تساوي P اللي هي الشير force تقسيم 4 ضرب الأريا يساوي P تقسيم 4 ضرب ماذا؟ الأريا للمسمار الواحد هي pi d تربيع على أربع فيكون معانا الشير stress tau يساوي الشير force P تقسيم pi d تربيع وبالتالي الشير force أو ما يسمى بالألتيمت لودن شير يساوي pi d تربيع ضرب الألتيمت شير stress بما أنه الألتيمت شير stress معطى والدي معطى فالforce ultimate للشير تساوي pi ضرب العشرين تربيع اللي هو القطر ضرب المية وثمانين ميجا باسكال اللي هي الألتيمت شير stress يساوي 226.194 نيوتن يعني 226.2 كيلو نيوتن هذه هي P ultimate ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة